متشاق قليل من الوقت عاطينا فيه داوت خير إن شاء الله الله أخي محمد صاحب كنشوفوا هذه التجاوزات يعني هذه العقوق خاصة العقوق الوالدين اللي ما عندوش والديه يتمنى لك أن عندو والديه يعني يلطف بيهم ويرفق به معهم ويفرح بيهم وكذا ومشاء الله ويخدمهم ويجتهد في خدمتهم ولكن اللي عندهم ليش ما يستثمروش هذه النعمة وهي نعمة كبيرة نقول نسأل الله الهداية لنا جميعا نسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعة الوالدين واللي ماتوا والديه أيضا ما يغفرنا شيء دعو لهم دعوة الخير لأن الدعاء نتعه كذا كي نفعهم ونسأل الله أن يغير حنا إلى حسن حال وأن يلهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل وأن يرشدنا جميعا إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الوالدين ونسأل الله أن يغير حالنا جميعا إلى أحسن حال اللهم اصطرنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم اخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم إن نسألك التقى والعفافة والغنى اللهم اجل الخير عماين خواتمها وخير أيامنا يومنا لقاك اللهم إن نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشري مستعدمي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان فأعن على الطاعة اللهم أمين شكرا لكم دكتور سعيد بارك الله فيكم شكرا لطاقة من خدمة جميعا لكم مشاهدين ومتابعين الكرام في أمان الله وسلم على الجميع ورحمة ومنه وبركاته